هي صغر لحال حقول العنب هنا بولاية لمدية بفعل موجة الحر والجفاف التي عرفتها المنطقة مؤخرا من جهة وغياب طلب عليها من جهة أخرى واقع أثقل كاهل الفلاح خاصة وأن الولاية كانت رائدة في إنتاج كوروم داليا سنرها في خطر الجيفاف العنب هنا سقط قع وما يقنش للمن ندوه كما درنانو ما يقنش لداليا صاشت مكاش الماء مكاش اللي يلحق لها قع وشاف داليا كيف رصار لها وين ندوه العنب هذين نبيعوه خدمة فيها بزاف الفرج فيها التعب وفيها الفرج وان يوم العنب لا تقنش للمن نبيعوه ما مشاش للمن نبيعوه فيها الصبير فيها الدواب فيها الخدم فيها كل ما توجد هذا الفلاحة أحنات يعني توجد ما تقنش للمن نبيعوه ما شكيه من منطقة مشهورة بالعنب وسناء راهق قاعد هاق ليك مكاش اللي يلحق ليه قعوا وساوموا ولا كانوا ولو تجارتنا من مكاش نجاوغي هذا ولا يساكمن يعرف يساومونا الفين ساعداء هاق ذيك وباطل تراجع إنتاج الكوروم أرجعه بعض الفلاحين لكثرة الأمراض ونقص فعالية الأدوية فلاحوا منطقة بنشكا وسمهجو من أكثر المناطق إنتاجا للكوروم بالولاية طالبوا بإيجاد حلول لتسويق منتوجهم الاهتمام بهاته الشعبة الفلاحية بالولاية بإمكانه تحقيق إنتاج نوهي وقياسي يكفي السوق الوطنية وكفيل أيضا بإرجاع شهرة الولاية بعنب الحمر بعمر الذي لا ينمو إلا بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر